وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فإذا وأنت تؤدي المشاعر كل مشاعر سواء في الطواف في السعي في ميناء في عرفات في البزدلفة في رمي الجمار كلها لله استحفر أنها لله وحدها ولا لا يشبه أي شرك التلبية كلكم تعرفون صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك بعدها لبيك لا شريك لك لبيك بمعنى أنت لحظ التلبية ما هي التلبية الله عز وجل أمر إبراهيم أن بعدما بنى البيت أمره أن ينادي الناس قال له وأذن في الناس بالحج أذن يعني نادي الأذان الإعلام بمعنى نادي الناس قال إبراهيم عليه السلام يعني خاصة لما بناه ما كفي حد لم يعمر ما جاء الناس ما جاء السكان بناه أبي مسبعي عليه السلام فقال أذن قال ما عندي أحد قال أذن وعلي البلاغ أن تأذن فقال أيها الناس هذا بيت الله بحجه أو قد أمرك الله بالحج بحجه فأنت تقول لبيك أن تجيب إبراهيم تجيب نداء إبراهيم طيب تجيبه بهذه الصيغة لبيك اللهم لبيك وأن لبيك يا الله اللهم يعني الله أن تقول لبيك يا ربي إبراهيم إذا قال إن ربكم يناديك بالحج ما قال أنا أناديكم ولكن أنت تجيب أو تلبي نداء الله ولكن تقول لبيك اللهم اللهم معنى يا الله اللهم معنى يا الله لأن تقول لبيك يا الله يعني أنا مجيب وأنا أجيب دعوتك يا ربي لبيك اللهم لبيك لنلبى معنى أجابة ولبيك مثنى يعني إجابة بعد إجابة إجابة بعد إجابة لبيك اللهم لا شريك لك يعني أنا أتيتك موحدا وأتيتك متبرئا من الشرك لماذا كما قلناكم لأن تعظيم الشعائر عظيم ونحن كلنا نعظم الشعائر لكن لا ينبغي أن يطغى تعظيم الشعائر بحيث نصرف لها شيئا وهو حق للعزوج نتبرق بها أو نتوسل بها هذا لك كله حق الله ولهذا احتجت أن تقول في التلبية لا شريك لك ولهذا جاء الله عنه في حديث وهو يصف حجة الوداع هذا جاء معروف في المسلم قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد للتلبية وأهل يعني لبى وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فإذا وأنت تؤدي المشاعر كل مشاعر سواء في طواف في السعي في ميناء في عرفات في البزدلفة في رمي الجمار كلها لله استحفر أنها لله وحده ولا لا يشبه أي شرك وكما كنا في أول الآيات وأتم الحج بالعمل لله ولله على الناس حجو البيت هذا معنى الإخلاص وأتم الحج بالعمل لله يعني أدوا المناسكة مخلصين لا يشوب أعمالكم أي شائبة شرك بمعنى تصرف لغير الله عز وجل ولهذا يعني الحج حقيقة في شعائره عظيم والمسلم يعني لا شك في أثلاء الحج وخاصة الحج أول مرة أو ثاني مرة يشرف بنوع من التقديم المشاعر وهذا حق لكن لا يصل التعظيم إلى أن تنسى حق الله عز وجل وأنك تعبد الله ولا تعبد المشاعر ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت ولقل عبدوا البيت لأن البيت معظم فلا لا تنسى لا تنصرف فعبد رب البيت لا تعبدوا البيت البيت معظم من عظيمه ولا شك في الحراته عظيمة ومقدس لا شك لكن لا ينبغي أن ينسينا هذا أو يجعلنا نذهل عن حق الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر